السلام عليكم ورحمة الله اليوم راح نتكلم عن الاند والبت كأدوات ربط طبعا احنا نعوف الاند تستخدم كأدوات ربط بين جملتين وتدل عن جملة متشابهة I sent my mother a birthday card طبعا انا I sent my mother a birthday card and I called her اذا اذا لاحظنا الاند بين جملتين متشابهة اثنينات الماضي ونفس المعنى اما البت فتستخدم بين جملتين دائما متناقضات I like getting flowers احب ان احصل على الازهار But I don't like getting chocolates بس ما احب الشكلية طبعا البت دائما نخلي فارزة بالنص قبلها البت دائما نخلي فارزة بالنص هي البت والاند اثنيناتهم نخلي فارزة بالنص لما نكون عندي جملتين يعني خلينا نكتب ملاحظة اذا كان عندك جملتين جملتين وفاعلين مختلفين عندك فاعلين وجملتين جملتين بها كل واحدة لها فاعل راح نستخدم فارزة راح نستخدم فارزة عيد الملاحظة اذا كان عندك اند وبت بالنص هذا الاند والبت دائما راح تخلي لهم فارزة لما يكون عندك فاعلين وجملتين فمثلا I like getting flowers حطينا فارزة لكنني لا احبت جملتين الآن من الجتعة الجملة الاولى مالتي انا ارسلت الامي هدية عيد ميلاد وانا اتصارت بيها الآن ما عندي فاعلين اول فاعل نفسه هذا اصلا ها جملة واحدة مو جملتين بس الجملة الثانية يقول I didn't send my birthday my mother birthday present انا ما ارسلت الامي اي هدية عيد ميلاد حلو and he didn't send me طبعا والدي عفوا اخي براثر اخ براثر اخ لم ارسل لي اخي اي هدية عيد ميلاد and he didn't send me انا عندي فاعلين انا واخوي طالما انا عندي فاعلين بالجملة لذلك هنا احنا راح نستخدم فارزة لما نكون عندك فاعلين مختلفة نستخدم الفارزة اللي هي الكومة اللي هي الكومة اذا تلاحظ احنا استخدم لها لان عندنا فاعلين يقول look again at the paragraph on page يقول بوعلي على الانشاء اللي موجود صفحة 13 underline the sentence joined by and and but حدد لي الجمل اللي بيها and و but اكيد هلاني مو صعبات عليك فهذا موضوع بسيط طيب يقول complete this paragraph with and or but احنا عدنا هذا الانشاء ولازم نعرف يا هي اللي تاخذ ال and ويا هي اللي تاخذ البت البت الان عندك الجملة الاولى الانشاء هو يحدش عن people in united states and japan celebrate valentines الناس تحتفل في يوم 14 من شهر فابروري however بالرغم من ذلك holidays is celebrated in different ways in each countries طبعا احنا راح نتشي عن valentine بامريكا وفي اليابان يقول هنا in USA valentine day is enjoyed by friends and romantic parents يعني الناس راح تحتفل بي والاصدقاء طبعا احنا راح نقول but سوري اذا نقول but لماذا قلنا but لانه دايحش عن شيء وتناقضة قال in japan فهذا راح يكون تناقضة طيب يقول هنا chocolate is the most popular gift in japan and it is common وهو شائع طبعا احنا نستخدم and لان جملتين متشابهات بنفس المعنى طيب however طبعا in USA هنالك ايضا الهدايا الاخرى and many people exchange cards والعديد من الناس يستبدلون الهدايا والبطاة طبعا هذا اكفت شيء متشابه لذلك انا استخدمنا الان في البداية حجعنا الهدية وبعدين ايضا حجعنا الهدية فشغلتين متشابهات طيب بعدين هنا قال الناس و الناس و الناس يقول في اليابان الفتيات تعطي و النساء تعطي للاولاد لكن في الوئيات المتحدة هنا but رح نختار but I would like to be more in japan than a women in the USA يعني اريد ان اكون رجلا في اليابان ولكن امرأة في اليابان فطبعا هذا هو الانشاء ما انه استخدمنا الادوات بشكل صحيح وتعرفنا عنها طبعا هذا موضوع التنقيط انا شرحته لكم احنا عدنا ادوات الربط ادوات الربط هذه اللي احنا عدنا الاند والبط طبعا الاند والبط هذان الادوات اذا اجني بالنص انا رح استخدم الفارزة ولكن اكو شغلة مهمة شوق تستخدم الفارزة لما يكون عندي فاعلين مختلفين او لما يكون عندي فاعلين يعني جاهزين مو نفس الفاعل بس مثلا I didn't want to send here present but I send here an one الان هو صحيح نفس الفاعل بس انا عندي فاعلين المهم انا عندي ضميرين اي اي يعني خلاص طالما عندي ضميرين فا أني رح استخدم الفارزة مثلا عندها الجملة لدي وعند veo شواء الاباركين فا انه عنديغها فاعلين فا ان استخدمت esfار ايضا عندها ايضا اهنا عندي اي 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 يزاiosa طبعا هناك كلمة اي ي听stop ين harli فاعل طالما كان هناك تكب فاعل لن اتضع الفارزة من هذه الفاعل لازم نضعassis من هذه الفاعل لازم اهتخ THA uard حتي هذا التمرين образcuss او لriad فور مي بيرث داي ان كلاس فور كريسمس بيعون و لاحظة الان لحظة الان فارزا ليش لان عندي فاعلا أحمد و هي يوشي بط حطينا البط اداة الربط البط و خلينا فارزا قبلها مثل ما اللاحظ امامنا ايضا نفس الحالة عندي بط لان عندي فاعلا عندي فاعلا هم هنا وهنا بيبل موروكو بط معبنائن بط الان هو يتحدث عن المغرب ما عندي فاعلين لذلك ما استخدم فارزة خلا الان دوحد هنا هنا عندي حتنا عن الاسبانيش وبعدين حتنا عن البرتغال طبعا استخدم فارزة وهي الـ but كذلك هنا عندي presence اللي هي الهدايا ما عندي فاعل جديد but ما عندي فاعل جديد fun to give ما عندي فاعل جديد يعني هو الفاعل نفسه عند حتنا الهدايا لذلك الـ but ما استخدمت قبلها فارزة H بهذه الـ H أيضا نفس الحالة طبعا عندي الـ and وما عندي فاعل قبل بديل بـ R and R ماكو فاعل لذلك ما راح نستخدم بهذه الجملة فارزة وكم طيب الان عدنا يقول put it together يقول make a quick list of present you have to give and receive الان يعني اكو هدايا انت تحب تستلمها و هدايا تحب تنطيها بعد الموضوع it's up to you يا هي الهدايا اللي انت تحب يعني تعطيها و يا هي الهدايا اللي تحب انت تستلمها تكتبها هنا طيب يقول choose one present اختار لهدية ومن الهدايا و انت و زميلك pih ask answer question like this Who did you give it to whatever your friend or family remember what did you friend or family remember think of present you give شو اللي راح نفكرون عن عن هذه الهدايا فلازم تكتب عنها طيب هاي الهدية اللي انت راح تنطيها طيب الهدية اللي راح تستلمها منو اللي راح ينطيك ياه هاي الاسئلة كلها لازم نتناقش بيها بالصف ونحكي عنها نحكي عنها وبعدين نرتب عنها انشاء طبعا هاي الاسئلة شين فائدتها يا اخوان هاي الاسئلة فائدتها انه هي راح تساعدك حتى تكتب انشاء ولو تنسى اثناء تكتب انشاء لازم انت يعني تستخدم هاي الأدوات اللي هي الاندو والبطولات لا تنسى الفارزة شو كد تستخدمها وطبعاً بعدين راح تستبدل إن شاء أنت وزميلك تتبادلون بيناتكم وتعدل أنت الأخطاء تحدد المين آيديا وتحدد وجود الكومة وبعدين تسلمه إلى أستاذك وأستاذك يعدل طبعاً أنا هذا الأمور الحمد لله كلها سويها بالصف والفضل الله سبحانه وتعالى نحقق نجاح نجاح كبير جداً خصوصاً الدورات الأونلاين وحتى أنه دورات اللي قاعد ندرسهم فأتمنى لكم إن شاء الله الموفر نتوقف لهنا وخلصنا هذا الجزء الفصل تحياتنا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته